اشتركوا في القناة كما يدعون انها ظلمت في الدنيا ونحن قد بينا من قبل انها بفضل الله عز وجل حرر الاسلام المرأة من كل خيودها ورفع عنها الظلم الذي اوجده مجتمع الذكور بها في الاخرى يقولون ان الرجل له من الحور العيني كذا وكذا في الجنة فما للمرأة نحن نقول ان الله سبحانه وتعالى اكرم الرجل والمرأة كليهما في الحياة الطيبة في الدنيا بالمعيشة داخل الاطار الايماني وفي الاخرى يعني الله سبحانه وتعالى هو العدل فلا يخطر ببال المخلوق ان الله يكرم الرجل لرجودته او الذكر لذكرته ويرضم الانثى لانها انثى امر طبعا غير عقلاني هذا هو الامر الاول الامر الثاني يقول ربنا لهم ما يشاءون عند ربهم يعني في الاخرى كل الاطراف ذكر او انثى كبير او صغير لهم يعني كل رغباتهم محققة في عالم الجنة الامر الثاني الله سبحانه وتعالى لان الجنة لم نرها فالرسول صلى الله عليه وسلم اوجزا المسألة وقال فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر هذا امر الامر الثاني الله سبحانه وتعالى يقول مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة يعني مثال للجنة ليست يعني لان الجنة مثلا هذه الكاميرا التي تصور قبل ان تخترع ما كان اسمها لم يكن لها وجود فالمعنى لم يكن موجود فالمسمى لم يكن موجودا فالجنة اصلا لاننا ما ندخلناها وما رأينا ما فيها فمثل الجنة يمثلها يعني رب العباد يقربها لنا سبحان الله العظيم فالمرأة في الجنة منعامة كالرجل تماما ليس هناك سبحان الله ذكر من ينعم لذكرته او انثى لا تنعم لانها انثى هذه فرية ومسألة القناعة العجيبة في الجنة ان عواطف الدنيا تلغى تماما ولا تكون في الاخرة فلو ظلت عواطف الدنيا كما هي لحزن نوح في الجنة على ولده الذي في النار وحزن الخليل ابراهيم على أبيه الذي في النار وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على أبي لهب وأب الجهل في النار والجنة لا حزن فيها ولا هم ولا غم فلا تشغلوا بالكم بأن النساء لن ينعمن في الجنة بل سوف ينعمن كما ينعم الرجل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر